موسيقى وبها الأجواء المميزة لكلها فرح إن شاء الله الله يديم الفرح دائما على مملكتنا الحبيبة بنكمل معكم حلقتنا لليوم وإحنا اليوم مثل ما حكينا بداية الحلقة حلقة خاصة رح تكون عن نجاح طلاب التوجيه ورح يكون أيضا معنا الطلبة الأوائل بالستوديو وبعد قليل أكيد لحتى نفرح نحن وياهم ونشارككم فرحتهم بالنجاح وبالترتيب الأول أو العشرة الأوائل هلأ في مفاجأة رح ننتقل نحن وياكم لبث مباشر بستريمينج مع زميلتنا ألكساندرا كاميرة برنامج يوم جديد رح يكون فيه معها ربط مع ألكساندرا والستوديو ولكن ألكساندرا وين رح تكون؟ إحنا عم نحكي عن التوجيه وعن نجاح التوجيه ولكن ألكساندرا وين رح تكون؟ خلينا نعرف منها ونفاجئ اللي معنا بالستوديو يلا صباح الخير يا ألكس ألكساندرا صباح الخير صباح الفل صباح النور إليك أكيد دعاء وعلى سمر وأيضا بدي أحكي من الجديد ألف مبروك لكل طلاب التوجيه وزي ما قلتو بالفرح مكملين مشوارنا بس للأمانة أنا اليوم متوترة توتر غير شكل اسمعي شوفي عمر جوف طبعا أنا موجودة أكيد ببيت حبيبتي وأختي وزميلتي سمر لأنه بشار كلنا منعرف جاب معدل كتير عالي بيرفع الرأس والفرحة ما بتكمل إلا لما نشاركها مع كمان زملائنا فبشار طبعا ما بقدر أحكي مع بشار إلا بشورة لأنه أنا بعتبره يمكن زي ابني بشار صباح الخير صباح النور يا أهلا أول شي أنا أول مرة بشوفك بعد ما بلشت يعني المعدل وخلصته وبدأ أقول لك ألف مبروك وبدأ أقول لك صراحة ما بعرف كيف عملتها لأنك أنت يعني ما قعدت أكلت الكتب لا هذا اللي بيعجبني فيك كل شي بحياتك مشي بطريقة حلوة ومرتبة حكيلي كيف ترى بس صراحة أنا ما بعرف يعني لا أنا ولا أهلي صراحة كثير عارفين كيف اللي صار أو شو اللي صار بس خلص أنه درست وتحملت مسؤولية حالي كأبني آدم وزبطت معاي بس طب أحكينا شوي عن سمر سمر كانت يعني من ناس اللي كثير دعموني صراحة ماما يعني كثير دعمتني في التوجيه وكانت جنبي وحسستني أنه حيكون كل شي على تمام يعني مع أنه مرات كنت أحس أنه حتعب واتوتر وأنضغط من الدراسة بس يعني كانت بمثابة أم الحمد لله ودفشتني بكثير مواقف وحفزتني أني أدرس وأنني أتعب وأنني أضل وراء أحلامي ووراء تعبي وأنني بقدر أحصد اللي بزرع طبعا إحنا ما بدنا ننسى أنه بشار كمان ابن زميل عزيز علينا أحمد أكيد المغربية اللي معانا وأكيد أحمد كمان كان له دور كتير كبير بس يعني أنا ما أبدا أنت بتعرف سمر وبتعرف شو بالنسبة إلي وأنا قلت لها مبارح أنا مبسوطة أنه أنا زياراتي المستمرة ما أثرت عليك بالعكس لقدرت أنه تحصد معدل ستة وتسعين وتسع عشر صح؟ أنا صراحة بشار ما بدي أحكي لك كيف قدرت وكيف عملت بس شو حطيت براسك أنت وبتدرس شو حطيت براسك يعني هلأ كل الطلاب اللي عم بيشوفونا وعم بيقولوا التوجيه صعب وعم بيقولوا التوجيه ما حدا بيقدر عليه أنت كيف عملتها؟ هلأ شو حطيت براسي قبل التوجيهي مش إنه شو حطيت براسي لأنه خلص كنت بدي أطلع من التوجيهي بس وأنا مبسوط وأنا رافع راسي ورافع راس أهلي بمعدلي التوجيهي مش إشي صعب للي بيقدر يرتب وقته يعني أنا كنت أعمل كل إشي بيقدر أعمله وإني أدرس بنفس الوقت فلأ التوجيهي مش إشي صعب بالمرة يعني اللي بيقدر يرتب أموره واللي بيقدر يرتب وقته على موعد دراسته هو اللي بيقدر يحس المعدل عالي كثير بإذن الله معدلة كبير فعر راس وأنا دايما كنت أحكي لسمر الله يعطي على التعب وعلى أدمجهوده وعلى شوفي عيوني أنت التزمت والتزامك واجتهادك خلاك أنك تحصد هالمعدل أنا سعيدة وفرحانة وممكن كل شوي وقت تاني عم بخطف نظرة على التلفزيون عم بشوف ابتسامة سمر يعني أحلى إعلامية وأجمل أم الله يسعدكم الله يسعدكم شكرا يا حبيبتي صراحة أنا اليوم كثير متأثرة يعني متأثرة يمكن عاطفيا أكثر من ما أنا متأثرة يعني أني أنا بس بدي أغطي هالفرحة اللي موجودة بهالبيت اللي إن شاء الله دايما هالفرحة ما بتفارقه أبدا وأنا بدي هيك تحكي شيء للماما وكمان لوالدك قبل ما نخلي سمر تحكي كلمتين بدي أحكي شيء أنا أليكساندرا بدي أقول إنه ماما صباح خير حبيبتي أنا أحكي مالهي أنا بس بدي أقول إشيء صغير إنه بشار أول إشيء بدي أشكر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اللي عملوا لي هاي المفاجأة اللي بعتقد إنها يعني كتير علي شكرا لكم مؤسستي الغالية عطوفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون اللي وبارك لي شخصيا يعني كمان بنجاح بشار عيلتي بيوم جديد الأستاذ علي أبو جمعة المشرف العام اللي أنا بقول من أحن الناس وأطيبهم أكثرهم احترافية بدي أشكره كتير بدي أشكر حبيبة قلبي أليكساندرا اللي هي كمان أنا بعتبرها خالته لبشار يعني هي خالته الحقيقية بصراحة كانت تيجي وتدعمه وتنزح معه وبشار عمل اللي عليه وبتمنى يا ربي أنه يعني يكون ابني مثال لأبناء آخرين بالوطن اللي فعلا يعني يوخدوا منها التجربة أنا بحط ابني كتجربة ومثال للآخرين اللي أول شيء ما يتوتروا الأهل ما توترناش إحنا أبدا ابني ما كانش متوتر كان يعمل زي ما هو قال كل شيء كان يروح على الجم وكان يلعب مع صحابه ويطلع وتعلم سواقة خلال برضو مرحلة توجيه بس برضو درس فلا تحرموا ولادكم من متعة الحياة خلال توجيه خليهم يعني شوية هيك يكونوا مرنين فحبيبي بشار مبروك يا ماما مبروك يا حبيبي ماما حبيبتي أعطيك العافية وشكرا لك على كل شيء سوتي لي بتوجيه كنت بمثابة أم وأخت لي وصديقة وقدرت فعلا أنك تخليني أحس بمسؤولية التوجيه ومسؤولية حالي وقدرت الحمد لله أني أجيب هذا المعدل وشكرا لك حبيبي مبروك شكرا ماما نعم يعني بشار وسمر يعني به هالصباح الكتير حلو أنا شخصيا زي ما قلتلكم يكن متأثرة يعني نوعا ما يعذروني ولكن ما في أجمل من الفرح وما في أجمل من نجاح اللي الإنسان بيحصده بعد تعب بس أنا اللي بدي أسأله لبشار أنت شو خطتك شو حاسس حالك حابب أنك تعمل بالمستقبل أكيد أوقات كتير الواحد بعد هالفرحة وبعد ما يجيب هالمعدل بيكون نوعا ما مشوش أبقصد أنه بيكون عارف بالضبط شو بده بس أنت شو خاطر ببالك شو حاسس حالك بعدين بدك تعمل هلأ شو حاسس حالي كتير بدي أعمل لصراحة لسه معارف يعني في كتير طلاب توجيهي كمان بيخلص توجيهي وبرضه بيضيع ما بعرف شو بدي أعمل وبفوت أول سنة جامعة وضل غير تخصصات بس أنا برضه مش عارف شو بدي أعمل بس أنه بدي أكمل يعني أنه أكمل نجاحي بقدر أحكي بأي تخصص لسه مش عارف مش أكيد بأي جامعة عندنا في البلد هنا ومش هون لسه ما بعرف بس أنه وين ما كنت ووين ما نصيب يحطني حاب أكون ناجح وبيدي أكمل مسيرة نجاحي كبشار وبس بشار متعدد المواهب بشار مش بس طالب متفوق أنت كمان عندك هوايات كتير بتمثل وأنا حضرت لك كزا مسرحية مبدع زي ما قالت قبل شوي سمورة أنا هيك بأقولها بتلعب رياضة بتسمع موسيقى تعمل كل الأمور اللي عليك كبشار وهاي المهارات أنا متأكدة أنه هي اللي رح توصلك بالمستقبل لإشي كتير كبير لأنه دائماً منيحكي يمكن أنا وسمر أنه الحياة هلأ بطلت تطلب فقط شهادة أكاديمية في مهارات كتير بالحياة من خلال اللي يمكن الذكاء الاجتماعي لإنت عندك إياه ما شاء الله ما في حدا ما بيحبك الله يحب بخلقه فيك يا ربي يا بشار رح تقدر أنك توصل للي بدك إياه أنا مبسوطة كتير برغم إنه يعني سمورة اليوم مش موجودة معنا من غير شارب البيت بس هينها منورة شاشة التلفزيون ألف مبروك بشار وإن شاء الله يربي منها دائماً للأعلى شكراً لكم سمورة حبيبتي أليكساندرا شو؟ أنا بدي أسمع هيك شكراً 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 يعني ما بقدر أنه أوفيكم شكركم وأليكساندرا تحديداً أنت بتعرفي قديش انتغالي علي حبيبة قلبي وكل طاقم وفريق عمل يوم جديد يعني مبارح احتفال يوم جديد فيه على صفحة الصفحة الرسمية ليوم جديد وزملائي اللي باركولي أيضاً بالتلفونات بدي أشكرهم كلياتهم بس أنا عندي عطب صغير إنه لو قلتولي بس أعمل فطور للفريق يعني ضبط لهم إشي قبل ما أطلع يعني هيك الأمور حبيباتي يعني شو فيقولك إشير برحب فيكم أنا رح أحكي لك سر بيتك عامر وأنا رح أحكي لك سر أحمد طلع من الصبح بكير جيت لقيته مش موجود بقول لهم وين قالوا لي طلع يجيب أكل فيعني لا تقلقي يعني كل الأمور ما فيتين ما فيتين تماماً تماماً وبيتك دائماً يا رب يا عامر شكراً يا حبيب في مرة تانية بدي أشكرك أليساندر أنت شخصياً تامر أنا كمان أنا بدي أشكر فعلاً فريق يوم جديد أنو اختارني بهال مهمة لي على قدمه هي جميلة وحلوة على قدمه هي يمكن صعبه لأنها بتمسني أنا شخصياً من ناحية عطفية وإنسانيةằng بارح يمكن أستاذ علي وما حكي معاية كمت في قمة ساعاتي أنه اختارني لهالستريمينج الحلو أكيد ببيت زي ما قلت أختي زميلتي صديقتي سمر ودائما إن شاء الله يربي بيتكم عامر وإن شاء الله دائما بتشوفي بشار من أحلى الأشخاص وكمان بدي أهني كل الزملاء وكل الأشخاص اللي عندهم طلاب أو طالبات توجيهي وقدروا أنهم يتعدوا هالمرحلة أكيد الصعبة شكرا جزيلا إذن شكرا أليكساندرا ولكل فريق العمل ألف مبروك يا بشار أكيد باسم فريق العمل وكافة الزملاء بمؤسسة الإدعاء والتلفزيون بنبارك لبشار ولا زميلتنا سمر ألف مبروك النجاح وعلى معتلل الرائع لنتان إن شاء الله شكرا أليكس وأكيد يعطيكم ألف عافية وسمر إحنا بدنا نحكي أنه مبروك دائما للأمهات لأنه فعلا للأمهات لهم الدور الأساسي بدعم ونجاح والأسرة بشكل عام ولكن الأم بشكل خاص لها دائما الدور الرئيسي والأساسي بدعم أولادها بالوصول لهذا النجاح فعلا لا 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 ما تبكي إحنا حبينا نعمل هذه المفاجأة أفرحتي فيكم والله يعني فرحتي بكيت مبارحة فرحة التوجيهي بس اليوم فرحتي فيكم أسرتي الثانية مؤسسة لدعاء التلفزيون حبينا لديك مفاجأة شكرا جزيلا ومخرجنا جمعة والأستاذ علي وعطفهم العام ومي حبيبت ألبي اللي أبدعت بها الحلقة شكرا لكم كل ياتكم كل الفريق حتى المصورين من خلف الكواليس مبسوطين شكرا لكم شكرا حبيبي إذن مشاهدين رح نصبر معكم بهالأجواء اللي كلها فرحة ولكن رح ننتعلم نحن وياكم لفاصل وبعدها نرجع لكم ابقوا معنا